يتسلم العراق نهاية الأسبوع الحالي كمية ضخمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وقال السفير العراقي لدى الصين شورش خالد سعيدة إن نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ستصل إلى مطار بغداد الدولي في الثالث من حزيران ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع الشركة المصنعة وأضاف أن هذه الشحنة هي الأولى من أصل مليوني جرعة علما أن الجانب الصيني سبق وأن منح العراق 250 ألف جرعة من هذا اللقاح ترجمة نانسي قنقر